السلام عليكم طلاب شون الصحة إن شاء الله بخير رجعناكم محاضرة جديدة ودرس جديد وأسهل من الدرس اللي قبله اليوم موضوعنا هو موضوع الفاعل أريد أعرف شنو الفاعل على ما يدل الفاعل شنو عراب الفاعل شنو أشكال الفاعل طلاب احنا ماخذين الجملة الاسمية متكونة من فعل زائد فاعل صح؟ زائد تكملة هسه بي مفعول به ما بي مفعول به أكو فعل ياخذ مفعول به وأكو فعل ما ياخذ مفعول به الجملة التي تبدأ بفعل الجملة التي تبدأ بفعل شي سمونها جملة فعلية والجملة التي تبدأ باسم تسمى جملة اسمية الجملة الفعلية متكونة من فعل وفاعل وتكملة أخذنا الأفعال فعل ماض ومضارع وأمر اليوم نجد الفاعل شنو الفاعل؟ شنو تعريفه؟ شنو عرابه؟ شنو أشكاله؟ شلون يجي للسؤال الفاعل يعرفه يقول اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل أول شغلة أطرق لها هو اسم الفاعل اسم لا فعل ولا حرف خاف تلقي ضمير مكون منه حرف واحد هذا ضمير والضمير يختلف عن الحرف الفاعل اسم أول معلومة عندي أن الفاعل يأتي اسم فقط لا فعل ولا حرف جيد هذا الاسم مرفوع لو منصوب لو مجرور الفاعل اسم مرفوع صارت عندي معلومتين هو اسم أو لازم مرفوع الفاعل علي من يدل على من قام بالفعل من الذي قام بالفعل المعين؟ مثلاً قال كتب محمد درسه محمد الدرس كتب فعل ماضي من القام بعملية الكتابة؟ ما يرادلها علم محمد من قام بالفعل يعرف فاعل اعرف محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخر الفاعل من قام بالفعل من الذي يسوي الفعل الفلاني؟ هس من هو كتب الصبورة؟ أنا فاعل ماشي؟ أشكال الفاعل شلون رح يجيني الفاعل؟ الفاعل رح يجيني على عدة أشكال وصور شسألني بالامتحان؟ ما هو صورة أو ما هي صورة الفاعل؟ ما هو شكل الفاعل؟ بسيط جداً رح يجيني بثمان أشكال شنو هذا من الأشكال؟ بسيطات جداً أولاً رح يجيني علم علم مو هاي الرائلة؟ لا أريد أعرف شنو علم؟ طلاب العلم هو كل اسم لشخص معروف يعني واحد اسمه زيد واحد اسمه زينب واحد اسمه محمد واحد اسمه سعاد واحد نرمين بعد خلصناً لأسمه زين العلم كل اسم لشخص معين هاو معروف مثلاً زيد محمد مثلاً سعاد وغيرها من باقي الأسماء للنفس أنت اسمك علم مو ضرب الشارع الصيحة علم والله علم زين هذا زيد اسم ومحمد اسم وسعاد اسم هذا اسم لشخص معروف هذا اسم يعلم رح يجيني واحد من هذا أن الأسماء فاعل يقوم بالفعل يعرف فاعل مثل من؟ رسم زيد اللوحة رسم فعل ماضي باعتبار زيد فنان من قام بعملية الرسم؟ زيد من قام بالفعل ماذا يعرب؟ فاعل شن صورة أو شكل الفاعل؟ أقل له اسم علم واللوحة مفعول به من وقع عليه الفعل يعرب مفعولاً به ومن قام بالفعل يعرب فاعل شارك محمد في السباق من اللي شارك؟ قلت بس تسأل منه اللي قام بالفعل بس الجواب تعرفته هذا عرفته بأنه فاعل إذن محمد قام بالفعل بالمشاركة إذن محمد فاعل عربه بسيطة زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لأنه صحيح الآخر النوع الأول يأتي على شكل علم النوع الثاني شلون راح يجيني راح يجيني على شكل ضمير متصل الشي يقصد بالضمير المتصل؟ الضمير المتصل طلاب يقصد بها نوتاء المتكلم لو بالضمة لو بالفتحة لو بالكسرة لو ألف الأثنين لو واو الجماعة لونا المتكلمين لو نون النسوة لو ياء المخاطبة ناسينا وياها ياء المخاطبة تفضل إذن هذا النظماء يتصلم بالفعل يعرف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أنت هي المعذة؟ مثل من؟ بسيطة كتبت درسي كتب فعل ماذي صح؟ من الكتب الدرس؟ آني عوضتها بي من؟ بالتاء المتكلم بالتاء المتكلم أعرف التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الضمائر كلها مبنية هذا النظمائر وين ما تلقاه؟ نتقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل زين يقل ما صورة الفاعل؟ أقل لضمير متصل شنو أقل له؟ ضمير متصل هذا الضمير اتصل بالفعل لذلك يسمونها ضمير متصل المجدون نجحوا في الامتحان المجدون اسم معرفة جاءة في بداية الكلام طلاب راح العربة مبتدئ إذا تتذكرون هيا مدر ما تتذكرون هيا يلا المجدون نجحوا نجح فاعل ماضي صح؟ اتصل بي من؟ بواو الجماعة اش قلنا وين ما ألقوا وين ما ألقي ألف الاثنين وين ما ألقي يا المخاطبة وين ما ألقنا المتكلمين وين ما ألقتا؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وهي الألف للتفريق حس يقول المجدون ترى هما النجحوا مو الواو ايه أقول لك الواو ضمير يعود على ما قبله الواو ضمير يعود على المجدين بدل ما يكرر المجدون نجح المجدون في الامتحان راح يصير الكلام مربك يقول المجدون نجحوا في الامتحان إذا نجح فعل ماضي والواو ضمير متصل هما نقاموا بالفعل من قاموا بعملية النجاح المجدون ماشي؟ الصورة الثانية ضمير متصل الصورة الثالثة ضمير مستتر طلاب الضمير المستتر أأوله يعني أقدر من عدي هو هي أنت أنت لا أنت ما تجي وأنا ونحن يعني شنو ضمير مستتر؟ نفس هذا الضمير بس ما راح ألقاه لو ضمير مستتر تقديره هو لو ضمير مستتر تقديره هي لو أنت لو أنا لو نحن قال لمثلاً محمد كتب الدرس محمد اسم معرفة جاء في بداية الكلام ماذا يعرف؟ مبتدأ كتب فعل ماضي صح؟ هذا فعل ماضي والدرس وقعت عليه عملية الكتابة يعرف مفعول به إزاي كل فعل يحتاج فاعل وين الفاعل؟ نقول فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو علي من يعود؟ على محمد واحد يقول أستاذ ليش ما عربنا محمد؟ هو الفاعل أقل لك الضمير يعود على محمد بس محمد ما دام إجاني قبل الفعل ما يصير يعرف فاعل العرب شنو؟ مبتدأ أدرس بجد من اللي يدرس؟ إنت هل سيقول أدرس بجد من اللي يدرس؟ راح تقول ضمير مستتر تقديره أنا أدرس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا من قام بالدراسة يعرب فاعل من قام بالكتابة يعرب فاعل وغيرها من الأفعال قد يكون مضاف إلى اسم بعده قد يكون مضاف إلى اسم بعده مثل قال نجحه طلاب الصف الأول جميعاً نجحه فعل ماضي من قام بعملية النجاح؟ طلاب الصف الأول طلاب هاي مضافة إلى كلمة الصف المضافة والمضافة إليه يعامل معاملة الاسم الواحد لا يمكن أن أنطر كلمة طلاب وأعوف كلمة الصف إذا قلت نجح طلاب وسكتت تعرفهم من أم طلاب؟ لا لازم تقول من أم طلاب بالتعيين أقول طلاب الصف الأول نجحه فعل ماضي طلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف والصف مضاف إليه الأول صفة لكلمة الصف عفوا هاي للمراحل الجاية مثل قال لي حضره معلم أو اللغة العربية من الذي قام بعملية الحضور طلاب؟ المعلم صح؟ المعلم المنضاف لكلمة اللغة هاي يسمونه مضاف ومضاف إليه يعامل معاملة الإسم الواحد وهذا ينعرب فاعل زي من هو العربة فاعل؟ طلاب الجزء الأول يعرب فاعل المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لأنه صحيح الآخر قد يأتي معرف بأل يعني شنو معرف بأل؟ طلاب المعرف بأل اسم نكرة دخلت عليه أل للتعريف كل اسم نكرة تدخل عليه أل للتعريف يصبح معرفة مثلاً ذاكر لكم هو بالمنهج يقول زرعة الفلاح الأرض أجي أسأل من هو القام بعملية الزراعة؟ بس جاوبني من هو قام بعملية الزراعة؟ الفلاح من قام بالفعل يعرى الفاعل سهلة؟ زين يقول لي ما صورة الفاعل؟ أقل للفاعل اسم معرف بأل وقال هنا مثلاً شاركة المتسابق في السباق وين الفعل؟ الفعل شاركة صارت هنا ضرمه الفعل شاركة الفعل شاركة فعل ماضي مبني على الفتح من الفاعل؟ من قام بعملية المشاركة؟ المتسابق زين من قام بالفعل؟ ماذا يعرب؟ يعرب فاعل ما نوع الفاعل؟ أو ما صورة الفاعل؟ أقل له معرف بأل دخلت عليه أل للتعريف مرة يجيني الفاعل اسم إشارة من هن أسماء الإشارة؟ هذا هذه هذان هتان هؤلاء أولئك هذن أسماء إشارة مبنيات في محل رفع فاعل بس هذان وهتان مباشرة أقول فاعل مثلاً قريت نجح هذان المتفوقان من الذي قام بعملية النجاح؟ من قام بالنجاح؟ هذان نجح فعل ماضي وهذان صاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى بس هنا هذان وهتان تعرض بالحروف بالألف لأنه مثنى إذا قلت جاء هذا المعلم جاء فعل ماضي وهذا من قام بعملية المجيء هو هذا المعلم إذن هذا اسم إشارة مبني في محل رفع صاعل خافي يقول لك إعراب المحلم يتقل له بدل كل اسم إشارة يأتي بعده اسم معرف بأل الاسم المعرف بأل يعرف بدل ها زيان حدنا هنا صارت عدنا ثلاث أنواع من أنواع الفاعل 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 اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل ويؤتى على عدة صور مرة يأتي علم مرة يأتي ضمير متصل مرة يأتي ضمير منفصل ومرة عفوا ضمير مستتر ومرة مضاف ومرة معرف بالإضافة ومرة اسم إشارة ومرة اسم موصول اللي هسه رح ناخذها بالتكملة الشكل السابع من أشكال الفاعل شلون رح يجيني كالطالي رح يجيني اسم موصول رح تقول استاذ شنه اسم موصول لازم إحنا قارينهن بالكرسي الأول صح واخذناهن الأسماء الموصولة واسماء الإشارة كلهن أخذناهن الاسم الموصول الذي التي اللذان اللتان اللذين أو اللذين هاي هنانا اللذين باللغام واحدة هذن أسماء موصولة يقوما بالفعل يعرف فاعل شلون أعرفهم طلاب عندي اللذان واللتان يعامل معاملة المثنة يعني يرفع بالألف والباقيات كلهن مبنيات هذا مبني على الفتح هذا مبني على السكون هذا مبني على السكون وغيرها من الأسماء الموصولة مثلاً عند الجملة شارك الذي دعي للمرسم أين الفعل؟ شاركه فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء من الذي شاركه؟ جاوب الذي دعي للمرسم إذن من قام بالفعل هو الذي من قام بالفعل ماذا يعرض؟ فاعل زينا تقول أستاذ هسا هذا الذي إحنا مو قلنا الفاعل لازم يأتي اسم أقول لك الذي اسم موصول يعني اسم نفسه تبعدنا محافظين على نفس القاعدة ونفس التعريف الذي بقي اسماً جاء اللذان تفوق في الامتحان من الذي قام بعملية المجيء؟ اللذان اللذان فاعل أعرب اللذان اللذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنه يجيني بعض الفاعل على صيغة أو صورة أقول لك إيه؟ يأتي على شكل اسم نكرة شي قصد بالاسم النكرة طلاب؟ الاسم النكرة هو كل اسم غير محدد ويكون خالي من الإضافة وقال للتعريف يعني يجيني اسم نكرة بس ما بلاقل للتعريف ولا مضاف وصل طالب للامتحان وصل فعل ماضي مبني على الفتح من الذي وصله؟ طالب الطالب قام بعملية الوصول من قام بالفعل يدل على أنه فعل اعرب طالب طالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهر على آخره لأنه صحيح الآخر هذا الصور الثمانية يأتي بها الفاعل ما سيسألني بالمدرسة؟ يسألني السؤال التالي السؤال يسألني كالتالي أولا ما نوع الفاعل وما أشكال الفاعل وما صوره اعرب الفاعل ما هي علامة رفع الفاعل؟ احنا مو قلنا الفاعل، الفاعل مرفوع زين علامة رفع شنو؟ ها سينا ساكملة اطلاب مو قلنا الفاعل Slim Rem울 اسم مرفوع أريد أعرف علامات رفع شنو؟ علامات الرفع للفاعل بحسب نوعة مرة يأتي مع المفرد مرة يأتي مع المثنى مرة يأتي مع مذكر سالم مرة يأتي مع مؤمنة سالم مرة يأتي مع نغران تسير مرة يجيني من الأسماء الخمسة مرة يجيني ضمير مرة يجيني اسم مركب قسمناهن علامات رفع الفعل علامات رفع الفاعل عقون علامات رفع الفاعل شنو أولا الضمه أول علامة للرفع هي منو الضمه إش وقت علامة رفع الفاعل الضمه بيا أسماء أولا تأتي في الاسم المفرد شقصت بالاسم المفرد لا مثنى ولا جمع مذكر سالم يعني واحد اسم المفرد جيش قد واحد مثلا عندي الجملة رسم علي لوحة رسم فعل عفوا رسم فعل ماضي مبني على الفتح من قام بعملية الرسم علي من قام بعملية الفعل ماذا يعراب فاعل الفاعل مرفوع لو منصوب مرفوع وعلامة رفعه انظر لنوعه شنو نوعه علي شقيت واحد علامة رفعه الظم الظاهرة على آخره يقل يعراب الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد خدم الجندي وطنه الجندي يخدم الوطن طبعا تحياتنا كل الجنود اخواننا خدمة فعل ماضي مبني على الفتح من قام بعملية خدمة الوطن الجندي من قام بالفعل ماذا يعراب يعرب فاعل الفاعل مرفوع لو منصوب الفاعل مرفوع شنو علامة رفعه بحسب نوعه نوعه مفرد علامة رفعه الظم الجندي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر أو اسم مفرد نفسي تصح بعد شوقت راح تجيني الظمه علامة رفع الظمه شوقت وغيرها من الجموع التي تدل على التكسير وصل الشعراء إلى المهرجان وصل فعل ماضي صح؟ مبني على الفتح من الذي قام بعملية الوصول؟ الشعراء بطبيعة الحال من قام بالفعل ماذا يعراب؟ يعراب فاعل الفاعل مرفوع لمنصوب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير أو تقدر تقل لأنه صحيح الآخر إذن الشعراء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره صلى الحجاج في مكة طبعاً ما يسلونهم الحجاج صلى فعل ماضي والحجاج قاموا بالصلاة من قام بالفعل ماذا يعراب؟ يعراب فاعل الفاعل مرفوع لمنصوب مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير لاحظ؟ هذا إن كلهم علامة نصبها أو علامة رفعها وضم الظاهرة بعد وقت تجين علامة رفع الفاعل الظم يقول إذا كان جمع مؤنث سالم جمع المؤنث طلاب يدل على مجموعة خاصة بالإناث بزيادة ألف وتاء بنهاية الكلمة بنهاية الاسم مثل طالبة تقول طالبات شاعرة شاعرات معلمة معلمات وهكذا نضيف بس ألف وتاء بالنهاية علامة رفع الجمع المؤنث السالم الظمة حصلت المتفوقات على التكريم حصل فعل ماضي وتاء التأنيف الساكنة وكسرت منعا لانتقاء الساكنين تاء التأنيف إذا أجي وراها أل التعريف تكسر منعا لانتقاء الساكنين لأن هي تاء تأنيف ساكنة وراها أل التعريف ساكنة لا يمكن الانتقال باللغة العربية من ساكن إلى ساكن فيكسر التاء التأنيف الساكنة من قام بعملية الحصول على التكريم المتفوقات؟ من قام بالفعل ماذا يعرض؟ فاعل الفاعل مرفوع لو منصوب؟ مرفوع شنو نوعه؟ جمع مؤنث سالم علامة رفعه الظمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم تجتهد المدرسات على تعليم الطالبات تجتهد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظمة من قام بعملية الاجتهاد طلاب؟ المدرسات من قام بالفعل ماذا يا رب؟ فاعل هذا شنو نوعه؟ جمع مؤنث سالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه جمع مؤنث سالم ثانياً علامة الرفع الألف إيش وقت الألف؟ علامة رفع للفاعل ما هي الأسماء التي ترفع بالألف؟ المثنى المثنى يدل على اثنين نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى لعب اللاعبان بالكرة طبعاً في من يلعبون؟ لعب فعل ماضي واللاعبان فاعل من قام بعملية اللعب من؟ اللاعبان من قام بالفعل ماذا يعرض؟ فاعل الفاعل مرفوع لو منصوب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه هذا شقيد؟ مثنى يرفع المثنى بالألف نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى طبعاً دائماً طلاب النون ما للمثنى مكسورة والنون لجمع المذكر السالم مفتوح دير بالك تعرب هاي مفاعل مرفوع علامة رفع الكسر خطأ علامة الرفع الألف لأنه شنوه مثنى المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر برياء تفوقت المجدتان من الذي قام بعملية التفوق المجدتان من قام بالفعل ماذا يعراب فاعل هذا شقيد ثنين المثنى ما هي علامة رفعه الألف نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ثالثاً الحالة الثالثة إذا كان الفاعل يرفع بالواو يرفع الفاعل بالواو هنا ما قلنا بالألف هنا أنا بتضمي هنانا بالواو إيش وقت في حالتين يرفع الفاعل بالواو إذا كان ماذا جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة ألقي الفاعل جمع مذكر سالم ألقي الفاعل من الأسماء الخمسة قل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نجي للأمثلة ونشوف شارك الممثلون في المسرحية شارك فعل ماضي مبني على الفتح يدل على المشاركة في الزمن الماضي من الذي قام بعملية المشاركة؟ الممثلون من قام بالفعل ماذا يعرض؟ يعرض فاعل زين الفاعل مرفوع له منصوب؟ الفاعل مرفوع أردأ شوف هذا من يا نوع من الأسماء جمع المذكر السالم طلاب جمع المذكر السالم يدل على مجموعة خاصة بالذكور بس بضيافة ألف أو بإضافة بضيافة خطار بإضافة واو ونون في نهاية الكلمة أعرب الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم يصوم المسلمون شهر رمضان المبارك ونحن علي يا مرضان يجوز برمضان تنزل الحلقة يصوم فعل مضارع مرفوع والمسلمون من قام بعملة الصيام منه؟ المسلمون المسلمون شين عراب هاي؟ فاعل الفاعل مرفوع له منصوب الفاعل مرفوع هذا من يانوع من جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم بمن يرفع؟ يرفع بالواو أعرب الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم بعد شوقت علامة رفعه الواو إذا كان من الأسماء الخمسة؟ طلاب واحد يسأل يقول أستاذ من هي الأسماء الخمسة؟ أقول لك أبو، أخو، حمو، فو، ذو ستسأل يقول أستاذ شنو معنى أبو؟ هاي يعني ما ينرادلها شنو معنى أخو؟ ما ينرادلها حمو يقصد به قريب الزوج أو الزوجة نحن نقول حماها فو بمعنى فم يقصد به الفم وذو بمعنى صاحب مثلا نقول فلان دو أخلاق عالية يعني صاحب أخلاق عالية إذن دو بمعنى صاحب فو بمعنى الفم وأبو، أخو، حمو الأبو يدل على الأبوة الأخو يدل على الأخوة الحمو يدل على الحموة لا يدل على قريب الزوج نجح أخوك بالتفوق نجح فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء من الذي قام بعملية النجاح؟ أخوك من قام بالفعل شنو نعربه؟ فاعل الفاعل مرفوع لو منصوب الفاعل مرفوع ما هي علامة رفعه؟ طلاب علامة رفعه الواو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة لا تخبط بين الأسماء الخمسة وبين الأفعال الخمسة الأسماء الخمسة بس هذا الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالأضافة أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواب لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالأضافة رجع أبوك من السفر رجع فعل ماضي أبوك فاعل هذا الفاعل مرفوع لو منصوب مرفوع وعلامة رفعه الواب لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف الفاعل مرة يجيني معرب ومرة يجيني مبني يأتي معرب إذا كان مفرداً إذا كان مثنى إذا كان جمع مذكر إذا كان جمع مؤنث وإذا كان جمع تكسير وإذا كان من الأسماء الخمسة يجيني الفاعل مبني يجيني الفاعل مبني بحال كيف يأتي الفاعل مبني؟ أولاً إذا كان الفاعل ضمير بناء الفاعل إذا كان الفاعل ضمير أقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مثل من؟ مثل هاي الضمائر تائل متحركة بالضمة والفتحة والكسرة والناه والواو والألف والنون النسوة أعربهم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كل الضمائر مبنية أقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مثلاً عندي هنا أنا هاي الجملة يقول سافرنا في العطلة الربيعية إلى وتبعد وين مسافر؟ تكمل الجملة وعلى هذا ما مسافر بعد ثوقت جملة مكتوبة عادي سافرنا سافر فاعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناه المتكلمين من قام بعملية السفر؟ نحن عوضناها بالضمير ناصح أعرب الناه عقل لضمير بس انتبه لي ضمير متصل لو منفصل متصل مبني لو معرب مبني في محل رفع فاعل وكذلك النون والألف والواو والتاء 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 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل طلاب الضمائر كلها مبنية يعني شنو مبنية؟ حركتها ما تتغير الاسم المبني أو الضمير المبني حركته لا تتغير اطلاقا تبقى على هذه الحالة هاي بالضمة وهاي بالفتحة هاي بالكسرة هاي بالسكون هاي بالسكون هاي بالسكون وهاي بالفتحة عقل الضمير متصل المبني في محل رفع فاعل اش وقت بعد يجيني إذا كان اسما مركبا وهاي نرجع به هذه الكورس الأول الأسماء تقسم إلى مركبة ومفردة ومبنية ومعربة نرجع به الكورس الأول مثل من الأسماء المركبة؟ مثل تأبط شرا اسم مركب شاب قرناها اسم مركب معدي يكرب اسم مركب سيبويه اسم مركب هذا النش لو نعرب هنا إذا أجي نفعل نقول وصل تأبط شرا وصله تأبطه شرا شسا وهو مفروض علينا تأبطه شرا وصل فعل ماضي مبني على الفتح من الذي وصله؟ تأبط شرا طلاب تأبط شرا اسم لشاعر عربي سابق في العصور السابقة تأبط شرا يقصد به أي أنه وضع السيف تحت ردائه يعني أراد أن يقوم بعمل شر وهو القتال لذلك سميه تأبط شرا زين هسا هنا من الوصل تأبط شرا زين نتعرف تأبط شرا نعرف تأبط يلو شرا يلو شلون أقول اسم مبني في محل رفع فاعل اسم مبني في محل رفع فاعل مثلا تقول هنا حضرة معدي يكرب من الذي قام بعملة الحضور؟ معدي يكرب زين هذي شيء شلون أعرفه؟ أقول اسم مبني على في محل رفع فاعل اسم مبني في محل رفع فاعل بعد شوكت رح يجيني مبني الأعداد من 13 إلى 19 ما عدا 12 12 عفل إياها زين من 13 إلى 19 ما عدا 12 12 تعرف عرابي المثنى طلاب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا طلاب هذا رح يكون اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل وصل 13 زائرا وصل فعل ماضي من القام بعملية الوصول؟ راح تقول زائر راح أقول لك لا مو كل الزوار إجوا بس 13 إذن من قام بالفعل هو 13 من قام بالفعل ماذا؟ يعراب يعراب فاعل زين هذا أعرب الثلاثة لو أعرب عشرة لو أعرب هنثنين لو أعرف هنثنين لو أعرف هنثنين لو أش أسوي أجي هذا اسم مكون من جزئين يعراب كالآتي اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل كذلك 14 15 16 إلى 19 زين تقول أستاذ لس طلعت الـ 12 طلاب 12 راح يكون يعرابها كالتالي بس انتبهي طبعا ما ذاكره لكم بالمنهج للزيادة هس يقول واحد هنها عايزات ومثلا نجح اثنى عشرة طالبا والباقي الرسبو نجح فعل ماضي واثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى واحد راح يقول استاذ يعني شنو ملحق طلاب يدل على اثنين لكنه ليس له مفرط يعراب بالألف رفعا وبدياء نصبا وجررا اثنان احذف الألف شصير اثن تفلشت الكل بس هي تنعره بعرابل مثنى اثنى وهو مضاف وعشرة مضاف نجح فعل ماضي اثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى عشرة نقول اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب طالبا تميز طبعا هاي المعمال هذي كل داي الفاعل طلاب نهاية حلقة درسنا الفاعل اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل شا تسوي من فعل انت؟ هذا فاعل شا سوى هسانه من فعل؟ هسانه جاي أشرح جاي أرسم جاي شخبط جاي أمسح من قام بالفعل يعرب فاعل الفاعل اسم لو فعل له حرف الفاعل اسم مرفوع لو منصوب الفاعل مرفوع شنا علامة رفعه؟ انقسمه مرة يجيني مبني ومرة يجيني معرب مبني بهذا الحال T-M ومعرب راح يجيني إذا كان مفرد إذا كان مثنى وإذا كان جمع علامة رفع الفاعل الضم إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع معنة سالم الألف إذا كان مثنى الواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة يرفع الفاعل بهذه الأدوات ماذا يدل الفاعل على من قامه بالفعل فيما الله